الألقاب والصفات اللي بعض الناس بتطلقها على الأطفال ساعة بيكون لها تأثير على شخصيتهم ممكن الصفات دي تكون مصدر أزى نفسي للطفل مغير ما يكون الكبير اللي بيطلق عليه اللقب ده أو الاسم ده يقصد يعني مثلا لو طفل بيحب الرياضيات أو الماث نقول عليه عبقري لكن لو بيحب المواد النظرية مثلا حتلاقيه بيقول ده بيحفظه وما بيفهمش بنلاقي التصنيف اللي بيتقال ده ممكن يأثر على الأطفال جدا غير بقى طبعا الصفات الشكلية والبدنية اللي ممكن تبقى الكبار بيستخدموها كنعمل هزار لكن هي فيها بيبقى تنمر واضح على الطفل يا شخص صحيح وما فيش شك انه الألقاب سواء كانت إيجابية أو كانت الألقاب سلبية وفيها تنمر اللي اتنين بيكون لهم تأثير كبير جدا على الطفل ممكن يروح في حتة تانية خالص من خلال ان احنا نفضل نزق في انه عبقاري لأنت عبقاري لأنت عبقاري بالعافية ان احنا نفضل ندفع الطفل في هذا الاتجاه وعلى الجانب الاخر حياح الشعور بالثقة بالنسبة ما قوله انت عبقاري انت عبقاري حينبسك ويحس انه عبقاري طبعا مع مرعاة انه فروح لكن حتى العبقاري احنا بدأنا نقوله يعبقارينه فبالتالي ما بقاش من هو عشان عبقاري وعشان زاكي لأ ده احنا كمان طلعنا عليه لقب عايزين نعرف مع حضراتكم في هذه الفقرة ايه تأثير هذه الألقاب والصفات اللي بتطلق على الأطفال من الناحية النفسية بنرحب فيه فقرتنا بالدكتورة مونة حمدي استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والأسري صباح خير عليك صباح الفل يا اهلا بيك يا فاندل اهلا بيك ايه هي المخاطر النفسية لإطلاق مثل زي الصفات والألقاب على الأطفال سواء كانت إيجابية أو سلبي هو مبدئيا انا عندي بس اعتراض على فكرة ان احنا ما نقولش ألقاب إيجابية الألقاب الإيجابية المحببة جدا وفعلا زي ما قالت ان بتبص الثقة في النفس وبترفع تقدير الذات ولكن هي الفكرة ان احيانا الناس بتقول يا جماعة ما تبلغوش يعني احنا الفكرة ان احنا ما نبلغش لكن مهم جدا ان احنا نقول للولد انت زاكي نقول للبنت انت عبقرية مفيش مانع بس مش بشكل مبالغ وبش في مقابل لا أداء يعني لازم يكون فيه أداء وإنجاز يستحق هذا اللقب لكن طبعا مش هنمنع الناس الأباء والأمهات والمعلمين ان هم لان ده ايوة لكن بدون مبالغة بدون مبالغة لان برضو حتى المبالغة بتعمل شيء من تضخيم الزات وفي الآخر بيبقى الطفل طالع سلفش وبيطلع منه اتراب بقى النارسيسيستيك برسوناليتي هي أساسها التضخيم الزائد بيبقى عند جرين ديوز برسوناليتي ديس أوردر اللي هو اتراب الشخصيات النارسيسية المتفاخر أو المتباهي أو العظيم تمام في المقابل بقى تخيل برضو من نفس الألقاب ولكن السيئة يطلع برضو اترابات نفسية زي اتراب الأفايدات برسوناليتي الشخصيات التجنبية الطفل نتيجة أنه هو بيسمع ألقاب ووصوم اللي هو بيقول عليها اللي هو أنه بصنفه أو بعنوانه أو بديله لقب أو بوصمه بحاجات سلبية سواء زي ما حضرتك قلت حاجات جسدية زي تخين يارفيع يأزع يطويل يصمرأ حاجات زي كده اللي هي ايه بتبقى خاصة بالشكل أو حاجات في السمات الشخصية زي أنت جبان أنت خواف أنت أماص حسب طريقة استخدامها لو قلت لها يا سمرة يا أمرة غير لما تقولها ده أنت سمرة أو هي مش عارفة ايه ما أنا بقولي حضرتك بالزبط إن لو هي نقطة قد يشعر البعض وإن كان طبعا الشكل ده ما ينفعش حد يعمل في لبن وده احنا بنتكلم في إن الألقاب بتبقى كده لكن استخدام اللقب وتعزيزه ولو هي حاسة إن دي نقطة ضعفة في بنتها فهي تؤكد عليها إن هدي دي سر جمالك وهو القانتيكست هو اللي بيفرق وتعبرات الوجه هي اللي بتفرق تمام؟ تمام؟ ففيه كمان إساءات وألقاب ووصوم خاصة بالحاجات العقلية وسمات بقى الكدرات العقلية والزينية زي أنا أقول له يا غبي يا فاشل يا فوضوي أنت بني أدم مش منظم كمان أنا أوصفه إنه وجبان وخواف لمجرد إنه هو الولد مثلا لو ولد إنه هو سريع التأثر أو إنه هو عاطفي فكل ده بقى بيعمل إيه في الطفل؟ بيدي له رسائل ضمنية بالرفض وعدم الكبول فبالتالي أوتوماتيك بيحصل تدني في تقدير الزيت وسيلف إيمج سلبية خلاص الصورة الزهنية بتاعته عن ذاته بتبقى سلبية وللأسف الشديد لما بيجي ده من الولدين بيكون عامل زي الطفل الصغير ما بيبقاش عنده مصدر أكتر أمانا من أبوه أمه اللي المفروض بيدوله الحب والعناية والثقة في النفس فلما بيتلقى منهم النقيد اللي بيحصل إنه بياخد الحاجات دي على إنه حقائق مؤكدة لا سبيل لتغييرها فبالتالي ممكن يفضل يعاني طلع عمره من اضطرابات شديدة جدا ويقال إنه فيه دراسات علمية تم إجراءها على سبيل المثال في جامعة أوتو في كندا دي الجماعة دي أجرت دراسة على فكرة الوصوم والإساءة للأطفال إنها بتشكل عليهم ضغط نفسي وعصبي على الدماغ فبيحصل أزى لخلايا في الدماغ خاصة بالذاكرة والتعلم وكمان تنظيم المشاعر كمان بتقلل القدرة على مهارة حل المشكلات واتخاذ القرارات فيه كمان الكتاب للكاتبة اسمها جينيفر فريزر دي عملت كتاب اسمه زبولت برين بتتكلم عن الدماغ المساء له أو المعنف بأشكال مختلفة من الإساءة إن هو بيحصل فيه تقلص في الهيبو كامبس اللي هو الحصين اللي مسؤول عن مهارات كتيرة جدا في الدماغ وإن الأطفال دول بيفضلوا يعانوا طول عمرهم لدرجة بيعانوا فقط ولا ردود أفعالهم بتختلف يعني الطفل بيرقوي وطفل تاني بيبقى جراسف بيبقوا معرضين للإنتروفرشن اللي هو الإنعزال أو الإنتوائية بيكونوا معرضين للدبرشا للكتئاب بيبقوا معرضين للإنجزايتي الرهاب الاجتماعي بيبقى عندهم استعداد للإضطرابات الشخصية فبالتالي بيبقى عنا في بعضهم ممكن يلجأ للعرف وبالفعل بعضهم بيبقى عدواني وبيمارس يسقط العدوان اللي تم ممارسته عليه على الآخرين هل ده بيكون مورس على الأهالي فبالتبعية هو بيمارسوه على الأطفال هم بيسموها العدوى النفسية العابرة للأجيال إن تم تربية الأباء والأمهات طريقة خاطئة وبالتالي بلا وعي منهم بيعيدوا استنساق الصورة دي مع أولادهم بدون وعي إما على سبيل الهزار إما على سبيل التشجيع المعيب السيء إما على سبيل إن هم أثناء الغضب إن أنا بعنف الولد أو بعيره علشان حسسوا بإن أنا رفضه فطبعا ده بيؤذي الأطفال جدا وبيختال براءتهم وبالزاد الفترة الطفولة دي اللي بيتكون فيها شخصية الطفل اللي هي من فترة سنتين لخمس سنين دي بتبقى تكوين الهوية وتكوين الشخصية والكينونة بتاعته فأنا لما أتلقى رسائل في التوقيت ده سلبية عن نفسي فأنا حطلع طبعا شخص مهزوز عارف حضرك المشكلة فين كمان يعني إحنا بنعاني دايما من التنمر من الآخرين من الناس الغريبة على الطفل لكن لما تيجي المشكلة من والده والدته اللي هم يعني هم اللي بيصنعوا شخصيته فهما يتهموه كل شوية بالغباء بأن أنت جبان أنت خواف هل ممكن تكون المشكلة بسيطة عنده ويمكن حلها وبهذه الكلمات المؤثرة والمتكررة اللي بتتهم فيها الأسرة والأهل بالغباء نزود الموضوع نفاقم الموضوع أكتر عنده حضرتك على النقيد أن المفترض أن أنا لو طفلي بتعرض للتنمر أنا ممكن ألغي أثر التنمر ده عليه إطلاقا بتاتا لو أنا كأب وأم بديله أصلا جرعة من الثقة بالنفس اللي من خلال تعزيز سماته اللي موجودة بالفعل اللي احنا قلنا ما ملقش فيها وأن أنا موصمهش بأي شيء سلبي لكن لما يبقى اللي بره بيتنمر علي وبيوصمني ويجي ده كمان من البيت فخلاص الطفل هنا ضاع على فكرة كمان المشكلة هنا أن الدراسات العلمية بتقول أن هذا الضرر بيبقى مش ظاهر غير مرئي بيحصل في الدماغ وبيحصل حاجة اسمها ندوب عصبية تخيل ندوب دي يعني زيك جروح ندوب عصبية بتعيق ولادة وتجديد الخلال العصبية فيطلع الطفل ما عندوش قدرة على أنه يقرأ تعبيرات الآخرين ممكن يقرأها غلط ممكن ينظر دايما للبادي لانجوش والفشل إكسبريشنز بتاعة الآخرين على أنها دايما غاضبة ومهددة لي فبيبقى واقع طول الوقت تحت تهديد وصراع نفسي بيخليه مؤهل فيما بعد أن يجيله زي ما قلنا دي بريشن وممكن كمان لو استمر الدرر والإساءة الفترات طويلة ولم يتم معالجته أو التعافي منه اللي بيحصل أن دول الناس اللي بيبقوا مهيئين أن يجلهم سايكوزز والسيسكيتسوفرينيا ويبقوا ناس أدكتد متعاطين للمخدرات وكل بقى مظاهر اضطرابات الشخصية بما فيها زي ما قلنا التجنب والبردر لاين والنارسيسيزم ربنا يتسلم ويبعد عن ولادنا كلنا نعارفين أن إحنا حقق الصد عن ولادنا وولدنا بيبقوا معتمدين علينا صلابتهم النفسية بتنبع من البيت كلما الطفل طالع حاسس بالحب وحاسس بالحنان وحاسس أن أهله سندين ونفسيا ومعنويا لن يخضع لأي نوع من أنواع التنمر أو حيبقى سهل أو هش إنه هو يتأثر شكرا لك الدكتورة مونة حمدي استشاري صحة النفسية والإرشاد النفسي والأسرين شكرا جزيلا يا أفضل